السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفة جديدة وكنتمنى بالله هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله غضي نخسر حاليكم هاد الحلوات دي كتوجد في عشرة ديالتقيق كتوجد بقربشة من براق وهي شيشة من داخل كتتدوب في الفم بحشك البراونيز وللكوكيز من آلت وأروع ما يكون مكونات جد بسيطة وجد اقتصادية إن شاء الله تجربوها بصحة والراحة وتنال إعجابكم وإلى عجبكم فيديو فضلا وليس أمرا ما تنسوش أنكم تبارتاجيوا لفيديو مع الأهل والأحباب باش تعمل فائدة ما تنسونيش من اللي جيم للتشجيع جزاكم الله خيرا ومن طوش لكم هاد نخليكم مع المقادير وطريقة تحتير وفرجة ممتعة بسم الله على بركة الله عندي في هاد البول هاد غنحتاج المهم أنها ردرت بيضة ولقيت فيها جوج ديال المحوحة بيضة كبيرة انتم مخدموا ببيضة كبيرة أنا هزيتها لأساس راحا بيضة كبيرة حتى لقيت فيها جوج ديال المحوحة وقدرتهم بجوج مهم الوصفة فيها بيضة كبيرة حجب دياله يكون كبير وتكون مدرج حرارة المطبخ وضفت عليها واحد الرشا ديال الملحة ساشي من سكر الفاني وكاس ناقص واحد سانسيم ديال العمبة ديال السكر ساندة كنطلب مكونات مزيان حتى كنحس بذك سكر دابلية هنا عندي كاس لاروف ديال زيت نباسية كننضيفه على جوج ديال الدفوعيس وكننخلط حتى كينساجم لي يدك الزيز مع السكر والبيض ما كيبقاش معزول في الجناب حتى كنتحصلوا على هاد الخالط هادا هنا عندي كاس ديال العمبة ديال ناشا الدورة هادا نغرب لها صراحة ما فياش بزاف ديال مكونات هاد الحلوة دي وكتجي اكثر من رائعة اهنا ضفت اجوج ساشيات ديال كاكاو ديال بودرة ديال كاكاو من الاحسن خدموا بنوعية جيدة باش تنجح معاكم الوصفة لحقاش كين واحد الكاكاو ديال العبار ما صراحة ما مزمينش مهمتو ما خدموا بنوعية اللي كترتاحوا فيها وهنا غدا نزيد الدقائق هنها ينضفت نسكاس ديال العمبة ولكن ما زر غدا نضيف نسكاس خر حيط الخالط بقالية ما زر خفيف من بعد ما ما دخلت هاد نسكاس هادا نحقاش عدي البيضة فاجوج ديال اللي محوها حتى لا درسوا بيضة كبيرة را غدا تقريبا نتخليكم نفس القياس لكانت البيضة الحجم دياله كبير لكان البيض صغير ديرو جوج بيضات صغيرة وهنا غدا نضيف أخمارة من فئة 8 جرام أخمارة من فئة 8 جرام ولا 7 جرام بحال بحال يتوفر عندكم سوف ندخل هاد دقيق هادا الخالط را كيبقى شوية تلسق بالليد هنا يا زبت الدقيق كيمشوا معي مهم المجموع هكاس ديال العمبة خريبا بومبي بومبي مهم ثم دائما نتخل على الدفوعات حيث كينتخل اللي كيشرب كينتخل اللي لا أو ثاني كيبقى على حسب الحجم ديال البيض كما قد لكم مهم على الدفوعات باش تتحكموا في القاوام مهم هنا القاوام ديال هاد الحلوه هدي را كيبقى يتلسق في الليل مهم هنا غادي نتيستيها كميشوا معي وخايد دياله بقى عامرة ولكي را كتتتكور شفتوا معي صافي دبا غادي نضيف هاد هاد شوكولات غالا هانا ختمت صارحة غيب شوكولات غالا تقريبا نضرت واحد العشرة ديال عشرة ديال ديال شوكولات غالا قد تعسو بالقرادة ديال الرباح ونقطعوه رقيق هكا باش ما يبقاش مهم مليس بدهوا تكوروا في هاد الحلوه هدي ما يخرجوش لكم دوك دوك دروفة ديال الشوكولات حاولوا تقوو شوية او ديروا ببيبيت شوكولات اللي توفر عدكم يكونوا زوما نوعي جيدا صافي من بعد غسل سيدي لان الخاوام كيبقى يتلسق في الليل غسل سيدي وغادي نعبر كويرات اللي الحجم ديالهم خمس وعشرين جرام صراحة هاد القياس هاد كيجي زوين مهم هنا من بعد ما عبرتهم كان عبرت اللي حجينة كاملة بتجيني سهلا وكيجي وقد تغد المندر ديالهم كيجي زوين سوف اوعد باش كاملة نكوور او ندير في اللاطة وبالنسبة لطيب ديال هاد الحلوة هادين فران خاص يكون سخون قبل على الاقل واحد سبعة ديال بطقيق يكون سخون مزيان كندخل ملي كملت اللاطة ودخلت اللاطة لتحت طيب ديال هاد الحلوة بحشك الغريبة مع الكاء ديال الكوك العافية كتكون على الوجه النار كتكون مهيلة الى متوسطة احتقي تشقق لنا هاد الحلوة هادين كم الشمعية كتشقق بالوجه سوف يمكن طلعها الفوق العافية كتولي تحت منها وغدا نخليها مدة ديال ثلاثة ديال طقيق مما غداش نفوتها لها لانه إلا خليتها اكثر من ثلاثة ديال طقيق غدا يسقصي حلية هاد الحلوة هادين هذه الطريقة ديال الطياب ديالها لانه ما فيهاش طقيق بزف كم الشمعية فيها كاز ديال عندها ديال الطقيق سوف يماللي كنقلبها كتباليا ماللي كدوز ديال ثلاثة ديال طقيق كتباليا بحلرة باقى خضرق حيث كيكون ذاك الشكلات مع السخونية كيكون ديب كنخرجها غير تكمل ثلاثة ديال طقيق مباشرة كنخرجها كنخليها علاجم حتى تبرد تماما حتى ذاك الشكلات كيبرد ويجمع على صحتية كتشت فراسها وعد ممكن انقصها وكنقدمها بصحة والراحة وكنتسملنا لفيديو ديال يومين الاعجابكم والاعجابكم فضلا وليس امرا ما تنسوش انكم سبارتاجيو مع الاهل والاحباب ما تنسونيش من اللي يجي من التشجيع وكنقول لكم على فيديو جديد بإذن الله في امان الله وحفظي مع السلامة اشتركوا في القناة